السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مونة عبدالله معلمة رياض الأطفال من قناة الفراشة التعليمية معنا درس حرف الشين في كتاب تواصل للمستوى الأول للفصل الدراسي السين حرف الشين هنا عندنا قصة صغيرة عن قصة صوت حرف الشين شادي يعمل نجاراً كل يوم يذهب إلى الحديقة ليكسر الشجر الميت ويأخذ منه الخشب ليصمم الأساس كالشباك والشماعات قائلاً وده كده صوت حرف الشين لما بيكون عليه سكون قبل ما نبدأ العنشطة الموجودة على حرف الشين في كتاب تواصل عايزين الأول نعرف إزاي بنكتب حرف الشين على شبكة الكتابة في الهواء المكونة من أربع خطوط خط الشمس، خط الطائرة، خط العجب، وخط الدودة حرف الشين بيبدأ من عند خط العجب، بنرسم طبقين صغيرين، وبعد كده طبق كبير نص دائرة وبيصل لخط العجب وفوق راسه ثلاث نقاط نرسمه كمان مرة، ها طبقين صغيرين على خط العجب ونص دائرة وفوق راسه ثلاث نقاط ده بيكون حرف الشين آخر الكلمة، طب ازاي بكتب حرف الشين أول الكلمة؟ حرف الشين أول الكلمة بيكون عبارة عن طبقين صغيرين، فوق راسه ثلاث نقاط ومادت إيده بيكون قاعد على خط العشب، بيكون قاعد على خط العشب نبدأ نحل الأنشطة اللي موجودة على حرف الشين نشاط رقم واحد، انتك ولون حرف الشين، عندنا هنا مجموعة من الأبواب الخشبية اللي موجودة عليها بعض الحروف اللي عايزين نلون حرف الشين أول الكلمة أو حرف الشين آخر الكلمة عندنا كان باب هنا مكتوب عليهم حرف الشين، واحد، اتنين، تلاتة، اللون التلات أبواب اللي عليهم حرف الشين نشاط رقم اتنين نشاط رقم اتنين ضع علامة صح تحت الصورة التي تبدأ بصوت الشين ضع علامة صح تحت الصورة التي تبدأ بصوت شين اول صورة معنا هنا طائرة تبدا بحرف الطق داني صورة معنا شمس ها برافو عليك شادر هنا الشمس بتبدأ بحرف الشين يبقى هنضع صح أسفل صورة شمس ثالث صورة معاني هنا صورة سيارة سيارة هاي بتبدأ بحرف الايه سين رابع صورة هنا معاني صورة شجرة شجرة هاي بتبدأ بحرف الايه شجرة شين برافو عليك يبقى هنضع علامة صح أسفل صورة شجرة آخر صورة معاني هنا صورة شمع شمع هاي بتبدأ بحرف الايه شين يبقى هنضع صح أسفل صورة شمع نشاط رقم ثلاثة صل الصورة بالحرف المناسب صل الصورة بالحرف المناسب عندنا هنا حرف الشين بحركاته الأربعة لما بيكون الشين عليه فتحة بينطق شا برافو عليك لما بيكون تحت منه قصرة بينطق شي ها ولما بيكون عليه الضم بينطق شو ها ولما بيكون عليه السكون بينطق شا بينطق ايه شا عايزين ايه نوصل الحركة بتاعة الحرف بيغير في النطق بتاعه نوصلها بالكلمة اللي هي بتبدأ بيها. اول كلمة عندي هنا ايه? شباك. شباك. ها الشين هنا اه فوق راسها ايه? ضمة. يبقى شباك. يبقى هناصر الشباك بالايه? الشين اللي فوق راسها ضمة. تاني صورة معانا هنا فراشة. فراشة. الشين هنا عليها ايه? فتحة. يبقى هناصر الفراشة بالشين اللي عليها فتحة. تالت صورة معانا هنا صورة مش مش. ها الشين هنا ساكنة. ها مش مش. يبقى في قرصها ايه? سكون. يبقى هناصر ايه بالشين اللي فوق راسها ايه? السكون. بعد كده صورة ايه? شراع. شراع. ها خسر تشين هنا. يبقى الشين تحت منها ايه? قسرة. يبقى هناصر الشراع بالشين اللي تحت منها قسرة بعد كده عندنا صورة شبل الشين هنا قسرتها يبقى ايه يبقى هاصل الشبل بصورة ايه او بحرف ايه الشين اللي تحت منه قسرة بعد كده عندنا صورة ايه شامعة شامعة ها شا فقرصها ايه فتحة يبقى هناصل الشامعة بالشين اللي فقرصها فتح بعد كده اخر حاجة عندي شورتي شورتي ها شو شورتي ها فقرسه ايه الشين فقرس منها ضمة يبقى هناصر الشين اللي فقرسها ضمة بشورتي نشاط رقم اربعة استمع وارسم دائرة في موضع حرف الشين يعني هنضع دائرة في المربع الاول او الثاني او الثالث او لو هما اربع حروف في الكلمة بنضع في الايه في الرابع على حسب موضع الكلمة او الحرف موضع الحرف هنا شمس ها شمس شين ميمسين ها فين الشمس هنا اول الكلمة ولا فوسط الكلمة والاخر الكلمة اول الكلمة يبقى هنرسم دائرة في المربع الايه اسفل صورة شمس تاني صورة معانا هنا مجبك مجبك ها الشين هنا جاية ايه في تاني مربع يبقى ايه هنرسم دائرة في المربع التاني اسفل صورة مجبك اخر صورة معانا هنا صورة قرش قرش ها الشين هنا جاي اول الكلمة ولا وسط الكلمة ولا اخر الكلمة اخر الكلمة برافو عليك يبقى هنضع دائرة في المربع الثالث هنا معانا في ايه اسفل صورة قرش وبكده نكون انتهينا من نشاط رقم اتنين ونشاط رقم ثلاثة ونشاط رقم اربعة اه وده كان حلهم نيجي بعد كده النشاط رقم خمسة انتك وارسم دائرة حول حرف الشين مش مش الشين هنا جاي ايه مرتين يبقى هنضع دائرة على الشين اللي هنا جاي مرتين تاني صورة معانا هنا ريشة ها فين الشين هنا ريشة فوسط الكلمة ها يبقى هنضع دائرة على الشين اللي هي فوسط الكلمة اخر صورة معانا هنا شاطئ شاطئ ها الشين هنا جاي ايه جاي اول الكلمة يبقى هنضع دائرة على الشين اللي جاي اول الكلمة نشاط رقم 6 أكتب عندنا هنا حرف الشين أول الكلمة وحرف الشين آخر الكلمة حرف الشين اللي هي آخر الكلمة أول حاجة هنا هنرسم هنا على النقط دي حرف الشين وبعد كده هنرسم برضو في الشين الأول الكلمة هنمشي على النقط دي لغاية لما نكون حرف الشين اللي أول الكلمة وحرف الشين اللي آخر الكلمة نشاط رقم 7 أكتب الكلمة عندنا سورة ايه دي قرش قرش ها قرش مكون من كم حرف ثلاث حروف ها قرش قاف راقشين قاف راقشين ها يلا نكتب قاف راقشين على النقط اسفل سورة قرش قاف راقشين تاني سورة معانا هنا سورة شمس ها يلا نرتب الحروف عشان نكون كلمة شمس ها شمس شمس ها شين ميم سين شين ميم سين نكتب على النقط اسفل سورة شمس اخر سورة معانا هنا سورة شجر شجر ها شين جيم راق شين جيم راق شجر ها نكتب على النقط اسفل سورة شجر وبكده نكون انتهينا من نشاط راقم خمسة ونشاط راقم ستة ونشاط راقم سبعة وده كان حلهم وبكده نكون خلصنا درس حرف الشين في كتاب تواصل وحلينا الأنشطة اللي موجودة عليه ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيلوا الجرس ليصلكم درس تواصل أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته